السلام عليكم أنا فاطمة ودي قناتي فاطمة العربي هنعمل مع بعض أجدد الأكلات وهنجدد في مطبخنا النهاردة هنطير على المطبخ الفلسطيني وهنعمل المساخن الفلسطيني أكلة حلوة وجميلة وكل الفلسطينيين عارفينها وبيحبوها جدا بس هنعملها بقى بالتطش المصري بتاعنا هات الحل بتاعتك كده وحط فيها كمية زيت ومعلقة سمنة واحدة بس أو معلقة زبدة برحتك المهم يعني ان انت عتحط كمية دهون زيادة هنحمر فيها الفراخ بتاعتك هنديها فيها لون بس ما تخفيش الدهون دي كلها هنشلها في الاخر بعد الفراخ بتاعتنا ما تاخد لون ننزلي بالفراخ بتاعتك ايا كان بقى بتحبها ايه صدور او وراك خليها كده تاخد لون الفراخ بتاعتي مش متبلة ولا حاجة هي مخصولة ومتصفية بس كويس ومعمولة كده باللمون وبعد كده نزلت بها في الزيت هتاخد لون على الناحيتين ما تعليش النار قوي علشان تاخد لون كده وتاخد نسبة كمان من السوى بعد كده هتشليها من الزيت بمجرد ما تحسي انها لونت كده واخدت لون ايه الى حد ما كويس يعني مش هنتك عليها قوي علشان هنكمل با وصفتنا مع بعض تاخد اللون كده وهشلها طبعا زي ما اتفقنا هنركن على جنب شوية الدهون اللي انا قاليت فيهم الفراخ بعد كده هجهز بصلايا كده قطع ومعها بقى التوابل التوابل بقى اهم توابل ايه اهم توابل السماء السماء هو اساس الاكلة دي ومعي بقى كركم وطوى بالفراخ ورشة جسد الطيب وفلفل اسود والملح بتاعي وحطيت كده البصل على الفراخ بتاعتي وهي في الحلة آآ مع الفراخ انا رجعت الفراخ الحلة تاني وانزلت عليها بالبصل بعد كده خدت بقى بقى سواها كده ونقلتها طيب على طاصة بقى على جنبي كده حطيت البصل كمية بصل تانية متقطعة شرايح كده كبيرة وبتديت اشوح فيها هدب يعني هتتبل بس كده وبعد كده يعني انا عايزها مكرميلة بصل مكرميلة وبعد كده تاخد بس اللون حاولي يعني ما تخليهاش تحمر قوي علشان البصلة بتاعتك ما تمررش انا عايزة كرميله بس وهنضيف برضو شوية توابل من اللي احنا حطناهم على الفراخ نفس النوع طبعا وشوية كده شربة علشان هو ده السوس بقى اللي هحطه على الفراخ وهحطه على العيش بتاعي اهو ده البصل اللي كان على الفراخ انا خدته منه وهو ده اللي هزود بيه البصل بتاعي اللي كرميلته تمام كده مع بقى مع علاقة شربة زي ما اتفقنا اه او مفيش شربة عندك حطي شوية مياه المهم لغاية ما يوصل معاك للدرجة دي تمام كده هيستوي وطبعا التوابل الموجودة فيه وكل حاجة هيستوي كده وهبتدي اخد بقى العيش بتاعي طبعا ده عيش بلدي من بتاعنا المصري عادي هم بقى بيعملوا بالعيش بتاعهم الفلسطيني انما احنا هنعملوا بالعيش المصري ده وهنحطه كده وهو دي الفرشة بقى اللي انا هرص عليها الفراخ بتاعتي هحط كده البصل من تحت ورص الفراخ وهحطها من فوق كده وعليها البصل فوق الوش وممكن اكسر اللون بشوية حاجة خضرة كده بقدونس او كزبرة او ايا يكن واساسي اساسي عندهم المكسرات ممكن تحطي وممكن ما تحطيه ازاي كده يارب يكون الفيديو عجبكم